افتتح رئيس عبدالفتاح السيسي محطة طاعد لمنصور المركزية أضخم محطة تابدولية في الشرق الأوسط والقطار الكهربائي السلام العاشر من رمضان العاصمة الإدارية وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عربات القطار حيث استمع إلى شرح مفصل عما تحتويه من إمكانات تتضمن واي فاي وشاشات عرض على ظهر المقاعد لعرض مواد ترفيهية وشاشة عامة فضلا عن مقاعد وحمامات لذاوي الاحتياجات الخاصة وتشمل لعربات القطار غرفة تحكم وكل عربة تشمل سبع كاميرات مراقبة وتشمل الغرفة أيضا حساسات بالكمبيوتر لكل عربة في حال حدوث عطلة